حتى أن سيدنا أبي بكر عندما جاء المشركون وقفوا على باب الغار قال والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا فقال الأنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما فحقيقة هذه المواقف العظيمة ولهذا فضيلتك لله يعني أنا مع تعميق البحث الفقهي بالموضوع بأنه لم تكن صحبة فقط وأنما كان اختيار رباني الله سبحانه وتعالى اختار لنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصعبه أن يكون معه سيدنا أبو بكر الصدق هو الذي اختار الله اختار سيدنا أبو بكر الصدق ليكون مع نبينا الأكرم هذه للأسف أتمنى يكون تعمق بهكذا رسائل إيمانية من كل رجال الدين الأفاضل لأجيالنا الحاضر نعم أكيد أكيد أحسن جزاك الله خيرا طبعا لذلك فعلينا أيضا أن نختار أصحابنا ولا سيما الأصحاب الذين نختارهم في المهمات الصعبة طبعا أيضا هناك درس ثالث هو لا لليأس حقيقة اليأس أنه يقتل الإنسان وحتى أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون النبي عليه الصلاة والسلام لو كان غيره أحد في الأذى الذي تعرض له من أهله ومن عشيرته ومن مدينته ومن حتى أنه عندما هاجر من مكة كان كما يقال يعني غصبا عليه لأنه حقيقة حتى قال والله لو لا أن أهلك أخرجوني ما خرجته لأنه كانت أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلى نفسه عليه الصلاة والسلام